هل اقترب ظهور المهدي عليه السلام وهل العالم الآن مهيئ لاستقبال هذا الرجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهل يدعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام للتفاؤل أم إلى التخاذل والتقاعص حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله حديث للنبي عليه الصلاة والسلام له عدة روايات صحيحة وثابتة عن النبي أن الأرض ستملأ ظلما وجورا بالفعل اليوم نحن نعيش في ظلمات الظلم انظر معي إلى وضع العالم اليوم المجاعات الحروب القتل الفتن الفتن كل هذه العلامات هي من علامات الساعة التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الكذب أليس من الظلم التضليل الإعلامي الذي نعيشه اليوم أليس من الظلم المجاعات التي نراها الحروب التي تحدث الناس التي تشرد كما يحدث في فلسطين وفي مناطق أخرى ما ذنب هؤلاء الناس أليس هذا ظلما وجورا الحقيقة أيها الأحبة بناء على هذا الحديث النبوي الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه يواطئ اسم النبي وأيضا خلقه هو يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في خلقي قال سيملأ الأرض قسطا وعدلا سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام والأمل هنا ضروري أيها الأحبة قد يقول البعض هذه أحاديث غير صحيحة تدعو للتقاعس القرآن بشر بشر النبي عليه الصلاة والسلام بالنصر بشره بدخول البيت الحرام بالعكس هذه المبشرات ضرورية جدا لاستمرار حياة الإنسان يا أخي حتى الطبيب عندما تذهب إليه عندما يبشرك بالشفاء تقريبا تسعين بالمئة تشفاء فقط ببشارتهم وبالتالي نحن بحاجة لهذه الأحاديث التي تبشر بوجود أمل لأن الإنسان إذا عاش من دون أمل كارثة والله أيها الأحبة الإنسان إذا كانت نظرته مظلمة يعني حتى علماء النفس والأطباء اليوم يقولون نظرتك للحياة تؤثر على النظام المناعي في جسدك هذا الكلام جامعة هارفرد هي التي تقوله على فكرة الجامعة المصنفة رقم واحد عالميا تقول كلما نظرت بتفاؤل وإيجابية وأن مشكلتك ستحل أن هناك خيرا سيأتي أن هناك نصرا سيأتي هذه الصورة الإيجابية تؤثر على أعضاء جسدك تؤثر على النظام المناعي ترفع النظام المناعي تؤثر على ما يسمى هرمون الكورتيزول هرمون الإجهاد يقل إفراز هذا الهرمون فينشط الجسم ويصبح أكثر قدرة على مواجهة الأمراض فيعيش عمر أطول أيضا لذلك قالوا أيضا في الدراسة التي نشرت على موقع جامعة هارفرد المتفائلون أطول الناس أعمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن وكان يقول بشروا ولا تنفروا وكان يحب التفاؤل يحب المبشرات لذلك حديث المهدي هذا من المبشرات أيها الأحبة لأننا اليوم في حالة فعلا كئيبة يكاد أحدنا لا يجد ولو بصيص أمل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأرض ستملأ ظلما وجورا جورا يعني اعتداءات على الناس جورا يعني أكل أموال الناس بالباطل جورا يعني ظلم الناس يعني مثلا في دولة مثل مثل مثلا كندا أو السويد أو فرنسا أنت لا يحق لك أن تتدخل في تربية ابنك إذا أراد أن يذهب باتجاه الفاحشة والشذوذ تعاقب تعاقب قانونيا وتسجن إذا تدخلت في خياراته الشخصية أليس هذا من الجور العظيم من الظلم الشديد وهذه دول متقدمة نحن نتحدث عن دول متقدمة أيها الأحبة اليوم عندما تجد الإعلام العالمي كله يضخ معلومات تخوف الناس وتبعد الناس عن الله وتنشر الإلحاد وتنشر الشذوذ أليس هذا الظلم للأطفال والنساء والناس الذين لا يعلمون ما يفعلون وبالتالي النبي أخبرنا عن وضع مأساوي تعيشه الأرض وهي أن تمتلئ ظلما وجورا ضمن هذا الوضع الكئيب التعيس المظلم هناك نافذة أمل هي المهدي هناك نور هناك أمل قادم اسمه محمد بن عبد الله المهدي اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية النبي من أهل بيته وهذا الرجل سيملأ الأرض عدلا قسطا وعدلا طيب علميا كيف يمكن أن نتصور هذا الأمر يعني اليوم أمريكا تسيطر على الإنترنت على علوم الفضاء تسيطر على السلاح النووي تسيطر على تكنولوجيا المعلومات طيب كيف سيأتي هذا الرجل انظر أخي الحبيب الأنبياء كانوا يبعثون بالمعجزات والمهدي ليس نبيا لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده ولكن هو عبد صالح من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الله سيؤيد هذا العبد بالمعجزات والمعجزات حسب يعني اعتقادي ستكون معجزات علمية معلومات سيمتلك مفاتيح المعلومات يعني اليوم الدول العظمى سنأخذ جانب قليل فقط الاقتصاد العالم اليوم هل تعلمون كيف يعمل؟ كله يعمل على شفرات رقمية انت اليوم تستطيع ان تدخل لأي بنك من بنوك العالم بمعرفة كلمات السر وتسحب وتأخذ وتحول وتفعل ما تشاء يعني لست بحاجة لأن تمتلك مفاتيح مادية وتدخل وتفتح الباب لا اصبحت كلها معلومات رقمية فاليوم ايها الاحبة الرجل الاقوى هو الذي يمتلك معلومات اكثر نحن الان عصر المعلومات والله عز وجل هو العليم هو الذي يعلم كل شيء فاذا امد عبدا من عباده بمعلومات يستطيع ان يسيطر بها على الارض وينشر الخير والعدل فهذا الامر ليس مستبعدا القضية لا تحتاج الى حروب وجيوش لا لا هي قضية معلومات فقط خذ مثال سيدنا الخضر عليه السلام الله اعطاه من لدنه علما علمه من لدنه علما علم لدني كان يعلم الغيب يعلم المستقبل باذن الله طبعا وهذا العلم اعلى بكثير من علوم امريكا اليوم اليوم امريكا علومها محدودة جدا لا تستطيع ان تعلم المستقبل لا يوجد لدينا اليوم برنامج ذكاء الصناعي مثلا يستطيع ان يتنبأ بما سيفعله انسان بعد دقيقة لا يستطيع سيدنا الخضر كان يعلم ان هذه السفينة هناك ملك سيأخذها وكذا وسيغتصبها فخرقها لينقذ هذه السفينة لانها كانت لهؤلاء المساكين وعلم انها لمساكين وانهم على حق علم ان هذا الغلام سيكبر ويطغى ويطغي ابويه كل هذه معلومات علمها وبالتالي العلم فسيدنا المهدي عليه السلام سيأتي بالعلم هذا انا اعتقادي او ظني لان عصرنا هو عصر العلم وهذه البشرة اخي الحبيب تجعلك اكثر تفاؤلا كما قلنا تجعلنا يعني نعتقد ان هناك املا لان الانسان بالنتجة يعيش بالامل فاياك ان تكذب هذه الاحاديث او تقول غير صحيحة او هي خزعبلت نحن لم نرها بعد يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في عام كذا سيظهر كذا وجاء هذا العام ولم يتحقق نقول هذا حديث كذب كما حدث في بعض الناس قالوا اسرائيل ستزول عام الفين لا ادري اتنين وعشرين مثلا وجاء الفين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين وزادت طغيانا في الاربع وعشرين فتبين ان من ظن ذلك كان مخطئا اما عندما يخبرنا النبي بخروج شخصا من اهل بيته يملأ الارض قصطا وعدلا فهذه بشارة نبوية لم يحدد لنا متى ولم يحدد ولكن ربطها بعلامات اخرى نحن نراها الان يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربط الساعة بكثرة الكذب بكثرة الفتن بكثرة الهرج وهو القتل ربطه بظاهرة ان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء انظر الى الشذوذ الجنسي نسبة عالية جدا ربطه قال ويكثر اولاد الزنا من علامات الساعة نسبة اولاد الزنا في الولايات المتحدة الامريكية اليوم وانا احدثكم 42% يعني بمعدل كل عشرة اولاد هناك اربعة منهم جاءوا نتيجة علاقة غير شرعية تخيل ما يا اخي الحبيب هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذه العلامات عندما نراها ونرى بالفعل ان الارض تملأ الآن ظلما وجورا وسيكثر هذا ايضا حتى يأتي المهدي لينشر العدل وينشر القسط يملأ الارض قسطا وعدلا طيب انا كمؤمن اعتقد ان المهدي سيظهر ولكن بالتوقيت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى طيب ماذا افعل اولا هذا الحديث يعطيني شيء من التفاؤل وهذا الحديث ايضا فيه اشارة الى ضرورة الصبر ان الظلم سيكثر يعني اصبروا فلا يأتي يوم الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم اذا هناك المنحن البياني نازل فهذا يجعلني اكثر صبرا وتحملا وبنفس الوقت انا متفائل هذا هو حال المؤمن ايها الاحبة الصبر والشكر اتفائل برحمة الله واشكر الله على هذه الرحمة وعلى نعمة ان هناك رجل سينشر العدل وسيظهر واصبر على الاذى والظلم الذي اراه امامي لذلك ايها الاحبة قضية المهدي ينبغي ان تكون قضية تدعونا للتفاؤل ان شاء الله وتدعونا للصبر اكثر والتمسك بهذا الدين اكثر وان نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على هذه الدنيا حتى نلقى الله وهو راضٍ عنا نسأل الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته